فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قد يتساهل بعض الناس في السحر يا شيخ يجدونه في بعض البلدان فيتساهل أي ذا بيسأل ساحر قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد رواه أهل السنة قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه الإمام مسلم في صحيحه فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا سؤالهم مجرد الذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب ويمنع قبول الصلاة أربعين يوما حقوبة له فإذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صدق الكهان والذين يدعون علم الغيب فالخطر عظيم والسحر آفة خطيرة وهو آفة الأمم السابقة حذر الله منه هذه الأمة وبين أنه من حرفة اليهود قال تعالى في اليهود واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة فهذا من عمل اليهود ومن عمل الشياطين تعليم استعلم السحر وتعليمه من عمل اليهود ومن عمل الشياطين وهو كفر بالله عز وجل ولهذا جاء في الإسلام إنكار السحر وأن الساحر يقتل وقد قتله جمع من الصحابة منهم عمر وابنته حفصة وجندب وجندب بن كعب رضي الله تعالى عنهم قال الإمام محمد صحة قال الإمام محمد رحمه الله صحة قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث حد الساحر ضربه بالسيف ترجمة نانسي قنقر